اشتركوا في القناة هتعرفوا لي دلوقتي اهلا بيك اهلا بيك اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة وامسية رمضانية في الاهلي في رمضان الاهلي في رمضان كل اسبوع كل يوم بتشوفوا اسرة برنامج مختلفة وبتشوفوا كمان اطباق متنوعة والطبق الرئيس اللي عندنا النهاردة في هذا اللقاء المهم جدا للمهندس عادل اشار اليه المباراة المفصلية تسعة مسائل سابت ان شاء الله تعالى في استاد القاهرة الاهلي والهلال السوداني الاهلي يحتاج للفوز باذن الله تعالى للتآهل والهلال السوداني بيلعب على التعادل او ان هو يسجل هدف ويقدر يناوش لكن تبقى المباراة مباراة كبيرة جدا بين فرقين بينهم كل هذه العلاقات التاريخية باشمانتس أستاذ ابراهيم الأهلي والسودان تجسيد حقيقي لمعنى الأشقاء طول عمرهم وعبر التاريخ يجمعهم تاريخ مرتبط جدا جدا وشائج كثيرة اندماج لم يحدث بين شعبين يمكن على وجه الأرض قبل كده طول عمرها أجواء يعني تجمع بين الحب والمصالح المشتركة في مواجهة صعاب وتحديات مشتركة كثيرا ما يتجوزها الشعبين بالوحدة والتماسك يأتي الآن بعض المغرضين للإساءة إلى هذه العلاقات ولكن لن ينجحوا أبدا فما يربط السودان بمصر وما يربط النادي الأهلي بأشقاء الأندية السودانية أكبر بكثير من محاولات الصغار ده كلام مهم جدا وده أعتقد يكون فيه تفاصيل كثيرة في تفاصيل اللقاء اليوم